اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احتل عشرة ايان. ضروري لكي تقتل البكتيريا. ولم تعود مرة اخرى. وإلا حتى ابنك شفية. فإياك ان تقطع لهذه الموضات الحيوية. يجب عليك ان تكتمي المدة. المدة التي يصفها لك الطبيب او الصيدالي. يعني اما سبعية ولا تمية من حصاب الطبيب. شنو غدي يقول لي. النقطة اخرى مهمة كذلك. يجب عليك اللي تخلط لهذه الموضات الحيوية. مش كل مرض عادة تعطيه النوع معين من الموضات الحيوية. فقل لطبيبك بان ابنك استعمل كده وكده من الموضات الحيوية. النوع فلاني. لان اكثر الموضات تدمر الخلايا المناعية. وعند الانتهاء من استعمال الدواء. هذا هو المهم كذلك. يجب عليك ان يسترجع ابنك ما دمرته له الموضات الحيوية. لانها تسبب له اولا مسببة هاد الموضات الحيوية تسبب لها الامساك. لانك تقتله ذاك البكتيريا النفعة تقتله لها. يصاب الطفل يصاب بالامساك. ويصبح دائما به امساك شديد. ولا تنفع معه الا حتى الملينات. تبقى على الهداء ضروري خاصة كلملينات. ضروري الملينات عاد بس تبقى العملية ديال التعوض تصبح سهلة. وتضعف له المناع. لهذا ضروري من تعويض ما ضاع منه وهو تزويد الجهاز الهضمي بالبكتيريا النافعة. وهي ما تسمى بالبروبيوتيك. والبروبيوتيك تباع في الصيدليات. او لا اعطى اعطى طفلك بكتيريا نافعة موجودة في اللابر الحامد. اعطى طفلك القليل من اللابر الحامد. ولو ملعقة صغيرة في اليوم. ملعقة صغيرة واحدة في اليوم فقط. المهم ان يعود شيئا فشيئا. والامها تيجب عليه النق ان يحطرنا الخبز بالخميرة بلدية. الغنية كذلك بهذه البكتيريا النافعة. وبذلك يكون الطفل قد استرجع ما يستلزمه. ويقوي كذلك من مناعته. هذا المقطع اللي يخليكم. الله يجلزكم بالخير. نشوروه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الفيسبوك الواتساب. نشوروه لتعمل الفائدة. نشوروه. لان الناس اطفال تستغره كتير دبال كتكسر هال فوانزة هاد نزلت البرد تكسر. لهذا نشور الله يجلزكم بخير. انسان ما يبقى كل مرة يمشي ياخد كل مرة يمشي يشري المضاد الحيوي. الله يجلزكم بخير. وضمتم في صحة جيدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.